السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة اللغة العربية سنحاول اليوم الإجابة على أسئلة النص المسترسل الذي عنوانه أغنية الأرض السؤال الأول أقرأ العنوان وأتوقع مدمون النص نقول يشير العنوان إلى أن النص يتكلم عن أغنية حول الأرض السؤال الثاني أقرأ الجزء الأول من النص قراءة صامتة أحدد معاني الكلمات منهمكة معناها في النص مشغولة وقصيدة هي موضوع شهري مكون من عدد من الأبيات والمناخ حالة التقصي لفترة ثمنية طويلة السؤال الثالث أتعرف مكونات النص من خلال نوعية النص صاحب النص مصدر النص هذا النص مأخوذ من مجلة العرب الصغير بعنوان حان الوقت لإنقاذ الأرض وهي دلالة على الكلام عن مشاكل الأرض المرتبطة بالبيئة نمر إلى فقرة أفهم وأفكر السؤال الأول فيما كانت صفاء أخوها نظار منهمكين نجيب كانت صفاء أخوها نظار منهمكين في حفظ قصيدة السؤال الثاني ما عنوان القصيدة التي كلف الطفلان بحفظها ومن صاحبها نجيب عنوان القصيدة التي كلف الطفلان بحفظها هو أغنية الأرض وهي للشاعر الشيري بابلو نيرودا السؤال الثالث في أي سنة وقعت أحداث هذا النص أعلل جوابي نقول وقعت أحداث هذا النص سنة 2016 لأن الطفلان كلفا بإلقاء قصيدة احتفالا باحتضان مراكشة للمؤتمر العالمي للمناخي الذي انعقد في هذه السنة السؤال الثالث ما الداعي إلى تنظيم مؤتمر عالمي للمناخي نجيب نضم هذا المؤتمر العالمي للمناخي للتدخل العاجلي من قبل جميع بلدان العالمي لإنقاذ الأرض من الآطار الكارثية لتغير المناخي بسبب الانبعاتات الغازية المدرة بالبيئة السؤال الرابع احتضن المغرب مؤتمر المناخي العالمي سنة 2016 بمراكش أي دورة كانت؟ نجيب كان هذا المؤتمر في دورته الثانية والعشرين وذلك ظاهر من اسمه كوب 22 نمر إلى فقرة أركب وأقوم السؤال الأول أحدد الفكرة العامة للجزء الأول من النص فنكتب انشغال الطفلان في حفظ قصيدة تتكلم عن الأرض من أجل إلقائها في اليوم العالمي للأرض السؤال الثاني أقترح عنوانا مناسبا للجزء الأول من النص فيمكن اقتراح هذا العنوان وهو الاحتفال باليوم العالمي للأرض السؤال الثالث أعبر عن مضمون الجزء بأسلوبية خاص فيمكن القول كلف نادي البيئة للمدرسة صفاء وأخها نظار بإلقاء قصيدة مترجمة للغة العربية بمناسبة احتضان مراكشة للمؤتمر العالمي للمناخ نمر إلى أسئلة الحصة الثانية السؤال الأول أذكر بخلاصة الجزء الأول من النص ويمكن ذكر هذا الملخص الذي يتكلم عن الجزء الأول من النص السؤال الثاني أقرأ الجزء الثانية من النص قراءة صامتة وأحدد معاني الكلمات فنجد كلمة ناجعة ومعناها فعالة أو نافعة وعبارة كوكبنا الأزرق وهي تسمية لكوكب الأرض بسبب زرقة السماء والبحر ثم نجد عبارة الاحتباس الحراري ومعناه ارتفاع تدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلة القريبة من سطح الأرض من الغلاف الجوي المحيط بالأرض نمر إلى فقرة أفهم وأفكر السؤال الأول كيف فسرت صفاء الخطر الذي يتهدد كوكب الأرض فنجيب فسرت صفاء الخطر الذي يتهدد كوكب الأرض بأنه ناتج عن الأنشطة غير المسؤولة للإنسان السؤال الثاني كيف عبر نزار عن الخطر الذي يتهدد كوكب الأرض فنجيب عبر نزار عن قلقه اتجاه ما تعانيه الأرض وتكانها من تهديدات بسبب الاحتباس الحراري الذي ينتج عنه ارتفاع درجة حرارة الأرض وعدم انتظام التساقطات المطارية السؤال الثالث كيف تفاعلت الأم مع انشغالات ابنيها الجواب تسألت الأم عن السبيل إلى إبعاد المخاطر التي تهدد كوكبنا السؤال الرابع ما الضواهر المناخية التي أصبحت تهدد الأرض في الوقت الحالي نجيب من الضواهر المناخية التي أصبحت تهدد الأرض نذكر ارتفاع درجة حرارة الأرض كثرة الفياضانات والأعاصير المد البحري وحرائق الغابات نمر إلى فقرة أركب وأقوم أحدد الفكرة العامة لجزء الثاني من النص فيمكن كتابة انشغال الأم وأبنائها بالأخطار التي تهدد كوكب الأرض السؤال الثاني أخترح عنوانا مناسبا لجزء الثاني من النص فيمكن كتابة أخطار تهدد كوكبنا السؤال الثالث أبدي رأيي في قول نزار ألم تلاحظ يا أمي أن درجات الحرارة صارت أكثر ارتفاعا نجيب لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة تندر بكوارس مناخية قد تصيب الأرض وأبرزها دوبان الجريد القطبي والجفاف وحرائق الغابات السؤال الرابع أعبر عن مضمون جزء الثاني من النص بأسلوب خاص يمكن القول تساءل الأمي عن سبب تدهور حالة الأرض وتفسير نزار لذلك بأنه راجع إلى ظاهرة الاحتباس الحراري ترجمة نانسي قنقر